سوف نتعلم فيه الامرين اخر يعني هذا الامرين اخر المتجهة السرعة والتسارع يرى اولا بدأنا التمرين يجب ان نرى التمرين اذا نفهموا ايه انه هو متجهة السرعة والموضاع والتسارع يجب عليكم فرصة ايه التمرين لابد ثماني رقم جوش ثماني جوش شوف معايا قال لك اودي النقطة M المتحركة معادلتها الزمنية هي X ساوي خمسة اوكاغي ناقص ربعة تاي زائد جوج بالمتر السؤال الاول قالوا انها حدد السرعة عند تيتو ساوي صافر ساوي وتيتو ساوي واحد ساوي يعني من اللي دا باشوف معا شوف معايا ركاز معايا شنو قالوا لنا حدد السرعة في واحد اللحظة زار ساوي وفي واحد اللحظة واحد ساوي وانا تجلبه منها وانتو من الموضع لا تجلبه منها الموضع لذلك كان يقول لي سوف نعود السرعة سوف نعود السرعة سوف تقول لي في الفيديو الأخر قلت لنا أستاذ بأن من الذي يطلبه منك يعطينا الزمن كنعود سيدي سوف نعوده ولكن لا سوف نعود السرعة سوف نعود X ما هو X؟ هو الموضع صحيح؟ هذا الشخص كترت معي بال X ماذا تسمى؟ أفصول و أفصول ماذا تعتبر؟ تعتبر الموضع مسافة يجب أن تفهم معي الفيزيك يجب أن تفهم معي بالفيزيك يجب أن تفهم معي بالفيزيك يجب أن تشاهد السرعة لأننا في الموضع كانت لدينا F2X وساوي X زائد واحد يجب أن أحسب F1 في مكينة X تعودها بواحد هنا لا ونعود السرعة لا نعود السرعة في الموضع ولكن في هذه القضية سوف نعرف الفيزيك ما هو الفيزيك؟ الفيزيك تعتمد على السؤال يجب أن تفهم معي حدد السرعة لا يوجد موضع يجب أن تفهم معي حدد موضع لا في مكينة T سوف نعودها بصفر و سوف نلقى الموضع يجب أن تفهم معي حدد السرعة و هنا أعطينا السرعة أعطينا V مثلا بلاس X أعطينا V كما قلت لكم بلاس X أعطينا V حدد السرعة سوف نعود T سوف نعطينا V و سوف نعطينا V و سوف نلقى خمسة T و سوف نقص 4 T أعطينا حدد السرعة سوف نعود في مكينة T لماذا أعطينا السرعة؟ أول شيء سوف نلقى سوف نلقى معادلة السرعة ماذا فهم أو لا سوف نلقى معادلة السرعة لدينا 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 واحد العلاقة أن V هي V هي X على D هذه علاقة القناعة في الفقرة الأخرى لا سوف نعود أن نبينها هذه V نعرف أن V ما هي هي الشقاق متجهات السرعة هي الشقاق المتجهات الموضع في الدرس D O X 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 ولكن ما كنديرش متاجهة دي اكس على الداتي. يعني هنا في جي اكس. صفاي? في جي اكس. وبالتالي ما نقشب جي غندير في اكس. تساوي دي اكس على الداتي. صفاي? في اكس تساوي دي اكس على الداتي. يعني شنو? باش نلقى معادلة السرعة. شنو خسني نلقى الشيقاق ديال اكسة تقول لي او دي عش تدلي اي في. انا مشيتي تنعودها بسافر. ولكن ها انت عاودت بسافر شنو تلقى? غتلقى غير الموضع عند اللحظة زرو سيقوند. احنا شنو باغين? باغين السرعة. يعني باغين السرعة يعني خسك معادلة السرعة. يعني لو بغيتين معادلة السرعة. احنا شنو عارفين بان السرعة هو الشيقاق ديال اه ديال الموضع. الشيقاق ديال متاجهات الموضع. قلنا لكم بان اكس راه هي اوفصول هي موضع. هلان انت ببت معك المعلومات. شوف ماذا تخبر ماء? داب هل ان يعطى ما الى اللحظة تتعاود اللحظة uhём ما اتعاود اللحظة� في. يعني اللحظة في V7 وتت Luе ItalCK الموضع X. ولكن مالة تطلبووا منا السرعة يعني خسني معادلة السرعة. يكون في هاتا ما هي لينا مش نتعاود هكذا نعاود س grim day. ما شنعاودت هنا نعاودا في معادلة السرعة. واش هدي معادلة السرعة لا. هادي معادلة الموضع. وحما قالوا شنو فتمرتين. حمدي تل apostle Psalms me ב�话 VERY ونحن نعلم أن الموضع هو X ونحن نعلم أن هناك بعض العلاقة التي تربط الموضع مع السرعة بأن السرعة هو الشيقق الموضع يعني ما سنقوم بها؟ سنقوم بها الشيقق V X ساوى D خمسة تاوكاغي ناقص ربعة تا زائد جوش أنا دات تاوكاغي أسأل أنني أجبتها X أرى هي هذه هذه أشياء X ساوى يعني X إذا كنت تساوي هذه يعني X سنعودها بهذا التعبير هذا يعني ما سنقوم بها الشيقق الشيقق التاوكاغي هو 1 شوف في الفيزيك T هو المتغير هو plus X في المرات نحن عارفين F 2 X ساوى X زائد 1 يعني المتغير هو X ولكن في الفيزيك plus X تكون T هذا الشيقق دياله وما هو العدد كان حافظ له وكان هبطك الجوش يعني 5 جوش T الشيقق دياله شي عادد مضروف T وما هو العدد بحل ذلك الشيققق 4X ما هو الشيققق 4X هو 4 الشيقق دياله 5X وكارشناه هو 10X الشيقق دياله العدد هو صافر 5 جوش تياله 10T ناقص 4 هذه هي VX طبعا نحن سالينا في VX سالينا الحساب دياله معادل السرعة يعني ما هو صوت صوت غير السرعة باقي صوت عند تياله V عند تياله تياله 0 يعني في مكينة تياله تياله ما غا نعوضش هنا لماذا؟ حشي إلا بغيت نعوضها هنا شنو خصم يطلبون مني الموضع بما أنا طلبون مني السرعة أنا شنو خصني ندير خصني أول شي نلقى معادل السرعة إلا ما كانش دائرة إلا إذا ما هوش عاطينا هما معادل السرعة ما عاطينها شنو يعني شنو خصني ندير خصني نلقاه ملكا نلقاه كنعوض ديكتي في ديك معادل السرعة 3 في صفر نقص ربعة عشر في صفر يصفر نقص ربعة متخ Storm söyl ثلاث ي tranquila لأنه سيكشف و سيعود لخطأ. يجب أن تكشف و تكشف اللحظة. تاة و ساوى سفر سوقون. تاة و ساوى واحد سوقون. كانت سميت تاة و ساوى سوقون. تاة و ساوى سوقون. دائما السرعة. هنا تدير السرعة العادية. ولكن لماذا تريد أن تعود؟ في بين أقواس اللحظة. بين أقواس اللحظة. اللحظة هي هذه اللي عطينا لنا. فهنا يعني يا خوش. لماذا تدد؟ ندره كخلاصة. لماذا تدد؟ هذه. تغلق موضع. أفصول. مسافة. بينما. لماذا تدد؟ إذا تريد السرعة. ما تريد سرعة في هذه اللحظة؟ تريد سرعة. تريد أن تغلق سرعة في هذه اللحظة. صحيح؟ متفقين في هذه القضية. السؤال الثاني. شوف معي السؤال الثاني. حدد. اللحظة. التي تغير. تغير. النقطة M حركتها. شوف معي مزيان. شوف معي مزيان بش فم. ده بقى. أول حاجة. ما تطلبين مننا في السؤال؟ تطلبين مننا اللحظة. يعني تطلبين مننا زمن. يعني تطلبين مننا زمن. تطلبين مننا تاريخ. فوالا. يعني هذا الزمن الخوتي. اللحظة. 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 خاصة. ستكون لديك واحدة سرعة ستختلف ولكن ستريد دور هنا في هذه البلاسة في هذه النقطة ماذا سيقع لك؟ ستقول السرعة مون عاديمة ستساوي الصفر ستقول السرعة مون عاديمة انت تجري انت تجري انت تغيرت هذه النقطة انت تغيرت هذه النقطة والتي ستغيرت هذه النقطة ستكون السرعة مون عاديمة ستتوقف السرعة لانت تجري انت تريد دور ستتوقف السرعة بما تحسنتها ستتقوم بسرعة لأن هذه النقطة متحركة في الأول النقطة الممتحركة ستتحرك هنا تغيرت كانها تغيرت الحركة دياله مثلا في ذا البلاسة هذه. هاد النقطة M لي Џتغير الحركة دياله. لي ly غييتغير الحركة دياله النقطة M. ترى ما يمزي. لي غييتغيير الحركة ديالneقطة M. شنو غيتكون السرعة دياله غتكون السرعة مون عادي ما! يعني هجنا نكتب هاد الجملة عند تغيير النقطة M حركتها تكون سرعتها منعديمة. يعني VM تساوي 0. يعني السرعة دي النقطة عندما تغير النقطة حركتها تساوي 0. ولكن اتقول لي يا استاد شنه هي العلاقة احنا احنا عرفنا السرعة منعديمة. اتقول لي وش غلقوا بها التي وش غلقوا بها اللحظة اللي هي التي غلقوا بها اللحظة. علاش? حشم اللي قال لك تغير نقطة M حركتها. ارى هي اللي هي تخليك تلقى اللحظة. احنا بغي اللحظة. شنو بغي؟ بغي التاي. انتا ستسوي الرأس كفين تاينا تاينا في هذه المعادلة. وكينا في هذه المعادلة. دي الصرعة. واش اعطونا الموضع. في التمرين الاخر كان اعطونا الموضع عودت X بالقيمة ديالها ولقيت التاي. صافي؟ ولكن في التمرين هذا ما اعطوناش ما اعطوناش ما الموضع. ما اعطوناش ما اعطوناش الموضع. ولكن ان اعطونا تغير النقطة M حركتها السرعة كديرة. مون عادي ما يعني هاتو السافر هنا. وغلت حل المعادلة. شفو موريلا. لدينا. V. تساوي عشرة تاي ناقص اربعة. ياك. وفي شحات تقولي السافر. حش قلنا هنا عند تغير النقطة M حركتها كون السرعة مون عادي ما يعني 20 عوده بصافر عشرة تاي. ناقص اربعة. وغلت حل المعادلة. نحن ندين الربعة اللي هي. تقولي عشرة تاي تساوي ربعة. تاي تساوي. هاتو تقولي قسمية هي ربعة على عشرة. وغلت نختاز نقسم هذه على جوج. وهذه نقسمها على جوج. وكما تحسبها بكالكيل هي جوج على خمسة. تاي تساوي جوج على خمسة سوقون. صافي؟。 إذا النقطة M تغير حركتها عند لحظة تاي تساوي جوج على خمسة سوقون. وحسبوها. كالكيل جوج على خمسة سافر فاصيل 4 سوكو يعني تغير النقطة M حركته عند اللحظة 3 و سوف يقوم بها فاصيل 4 سوكو السؤال 3 حديد التسارع التسارع لكي يكون معدد متر سوكو و معدد متر سوكو يعني أول حاجة التسارع يمكن أن تكون متر سوكو يعني إذا أريد التسارع ما هو التسارع؟ هو الج ما هو الشيقاق الثاني ديال X يعني أولى الشيقاق الأول ديال V يعني هذا ما هو التسارع الشيقاق الثاني ديال X أولى الشيقاق الول ديال V لماذا؟ حتى تكون عندي X لنهو الموضع تكون عندي V وتكون عندي A-SJ حتى نعرفين أن V هي Dx على DT و A-SJ هو دي أو كاغي X على DT يعني هذه الشيقاق بريم الشيقاق واحد و من هنا هنا جوش الشيقاقات يعني من هنا هنا الشيقاق و من هنا هنا جوش الشيقاق لماذا؟ حتى لدي معادلة V يعني A-SJ شو ساوي DT على DT ماذا عندي V؟ 10-T ناقص 4 و سنشقها الشيقاق ديال عدد مدروف التقديم حتى تكون X A-X أصدر 10 أصدر 10 أصدر 10 سنقوم بريم هذا هو التساريع سأعطيك سؤال المميزات متاجهات السرعة مميزات متاجهات السرعة بحالة بحالة التسارع سأقوم بحالة قوسين يعني اللي سأشرح لك في السرعة هو اللي في التسارع مميزة تلو عارفين انه هنا الاصل الاتجاه المنحة المنظم الاصل دائما لا تتغير هو موضع المتحرك عند ادى اللحظة التسارع كيف هي موضع المتحرك عند اللحظة التسارع شوف معيه بزيان باش فهم هذه كتابة 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 حاليكم و لكن انتم في التمرين لا تكتبون موضع المتحرك عند اللحظة التسارع تقدر تكتبها مثلا اه اعطينا جو السرعة اعطينا السرعة تسارع ساول سفر سوين والتسارع ساول واحد سوين اياله اتحطينا غاية يقولك مميزة متجهات السرعة سوف تقول موضع المتحرك موضع المتحرك عند اللحظة ما هي موضع؟ موضع هي السرعة موضع يعني هو الأفصول يعني ما سوف تقوم بموضع سوف تقوم بموضع موضع ما قلت لكم هو إكس أما إذا قلت لك السرعة سوف تجد المعادلة سوف تقوم بموضع متحرك وموضع متحرك عند اللحظة أتجاه إ اتجاه اي او الماماس للمسار الملحة على حساب اما ملحة الحركة اما عكس الحركة كيفاش اذا خرجت لك في كبار من الصفر خرجت لك فيديو اكس كبار من الصفر ملحة الحركة خرجت لك صغر من الصفر عكس ملحة الحركة المنضم هو القيمة المطلقة في فيديو اكس كيفاش القيمة المطلقة يعني حالك تقدر تكون في سالبة يعني من اللي تكون سالبة انترى الدم موجابة يعني دائما في المنضم يجب ان تكون في موجابة هادف بالنسبة للمميزات متجهاز السرعة بي لغم في مميزة التصارع بحالة بحالة متجهاز السرعة على الاصل غتقول موضع المتحرك عند اللحظة التي كده على حساب ذلك اللحظة الاتجاه غتقول اي تي جاه اي للمميزة المصر من المنحة هادف يجب ان تكون اكس ان كانت موجابة ام تكون منح الحركة و انا كانت سالبة ذلك لان تكون ملحة الحركة و الامنضم تكون قيمة المطلقة دائما فيه و المنضم اي تت Rome لحظة لتي هذا موجابة سالبة مثلا بي لدينا من سافر سيجوند الواحد سيجوند و هنا تكون في سافر سيجوند الموضع المتحرك عند اللحظة اللحظة تشوي سافر سيجوند و تحسب الموضع لا تركيا لا تحليدي السالبة. يعني سأقول عكس منحة الحركة. المنظم فيديو اكس تساوي اربعة متر بخصوص. ستحايد ذلك الناقص. في المنظم ستحايد ذلك الناقص. في واحد سيكون. سأقول الموضع المتحرك عند اللحظة تساوي واحد ستعود تهنب واحد. لا تأخذ هذا. حتى قلت لكم سرعة. هنا في الاصل كنا نقوم بعمل الموضع. الاتجاه سأقول اتجائي. المنحة سأقول منحة الحركة. لماذا؟ لدي فيديو اكس كبير من صغير. المنظم سأقول موجه هذا. هذا مميزات متجهة السرعة. بحال مميزات متجهة التسارع. ماذا فهمنا من هذا التمارين بجوش؟ ماذا بغيت نوصل لكم في هذا التمارين بجوش؟ بغيت نوصل لكم أول حاجة كلمة موضع. كلمة سرعة. كلمة تسارع. يعني. أنا هذا التمارين قدرتم لكم. كي تفهموا هذه المفاتيح الميكانيك. موضع سرعة تسارع. موضع كان يعني بأفصول. وذاك الأفصول إذا بغيت تلقاه يجب أن تتقلب على اكس. وكي تلقى اكس كي يكون عاطيك التالي. من كي يكون عاطيك التالي. ماذا يكون عاطيك التالي. شو السهم فيه ندرته هنا. يعني. ما هو الموضع؟ هو الأفصول. هو اكس. كي يكون بالمتر. يعني الموضع يجب أن تلقاه بالمتر. يعني في الخرد الوحدة يجب أن تحصل لك خطأ. يعني الموضع هو الأفصول. هو اكس. وكي تلقى اكس يجب أن تلقى القيمة التالي. من كي يكون عاطيك القيمة التالي. تتعاوض هنا كتلقى اكس. سلينا مع الموضع. السرعة. ما هو السرعة؟ هو الشيقاق دي الموضع. يعني هو الشيقاق يعني البريم. هو دي اكس على الدات. كي يكون متر بسغن. تسارع. ما هو التسارع؟ هو اكس. تسارع و اكس. هو الشيقاق criança والشيقاق الوضع. كانعل الشيقاق الأول ذلك.parable الاشرعة. ما قال للقيahren. ماいう السرعة هي الشيقاق ذلك يعني السرعة ل Hong و قال앙 في أكس. انا بل belly. بالمتر بع nächste حانا. الإصابة بل ً أو ً أو ً. بالنسبة局 علينا تколويffentlich تلك التالي مثال تحديم سوف ترى مجوز جواي هنا سوف ترى عن طريقة X و إنها سوف تتطيع عن طريقة V X تكون لديه وفات ذاً ثم سوف تكون لديه وفات ذاً ثم الديه أمسك ترى في X و أمسك ترى في V إذا أجدت لديه القيمة X و لديه قيمة اسم سوف ترى تا than و سوف تستطيع معادلة أما إذا أجدت لديه القيمة السرعة تلاحظ لديه في فاتف 4 متر بخسود على مثل الحدوثني من قولة توفط في مصورة 40 مي تقع لك و أكبر لك فى حددها اللحظة تصوف تقع لكم معادلة السرعة إذا لا تكون كثيرة ستتقلل الشقق يعني أنا نعود هذا هذا الوقت نريد علما أنه نفهت و في سورة 40 مي تقع لكم أتسرد معي الوقت يتنجل علما أنه نفهت و في سورة 40 مي تقع لكم ما هذا ستقلل؟ ستقلل مع معادلة السرعة إذا كنت صوبتي هتبارك الله إذا لم تكن لديك أعمل مجردًا يعطيع أن تمبeren تقود إنسان On ما سوف تجعله ؟ انت ستجعله يعني في V ستجعله السرعة و بالتالي ستجعله معادلة ستجعله هنا وتجعله القيمة ستكون في السوق ولكن إذا كانت قيمة الموضع مثلا نقل لك X و سوى 7 متر حتى تجعله في الوطنيات يعني X ستجعله ب7 وتجعله معادلة وتجعله القيمة T يعني الزمن هي إما من السرعة إما من X على حسابي كان أعطيك السرعة مزيدة كان أعطيك X ستخدمها من X و بعض المرات لا تكون مبين لك في هذا التمرين قال لك غير حدد تاريخ النقطة G عندما تغير حركتها رابعنا عندما تغير حركتها هذه السرعة ستكون عادلة في كل اللحظة يعني ستجعله في V بحل لك و تديرها في V بلسما يقول لك و تديرها في V قالها لك بجملة يعني بها ذلك الجملة تعقل بأنه في V تسوي سافر وتحل المعادلة و تلقى التى و هذي في حالة احنا شنو هدرنا؟ هدرنا على التى هذي ك التى إذا لم أعطيها لك سيكون أعطيك الموضع أو السرعة و ستجفد من التى ولكن إذا كان أعطيك التى إذا كان أعطيك التى ما هي الأسئلة التي يستطيع الترحم لك؟ سيقول لك موضع موضع يعني التى التي يكون أعطيك تعودها في X وهو الموضع و يكون بالمتر ولكن إذا كان أعطيك التى قولك حدث السرعة يجب أن تعودها في السرعة يعني إذا كنت تدير الشقة معادلة السرعة يعني إذا كنت تدير الشقة تتعود من شمالنا يكون أعجبكم الفيديو و نتلقى في فيديو آخر إن شاء الله في الحصة الثانية سوف نتعرف على المعادلات الزمنية يعني معادلة السرعة معادلة التسارع معادلة الموضع و سوف ندخله في الميكانيك إن شاء الله في حصة جائية سوف نتلقى في حصة أخرى إن شاء الله